اشتركوا في القناة وستمعين لما المزعين يتحولوا فجأة كده لديوك في كلام كلام مزعين كلام مزعين مع خلود نادر على نغم أفهم كلام مزعين معنا النهاردة في كلام مزعين مزيع قريب لقلب الناس المزيع المتميز رامي ردوان رامي مساء الخير وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك مساء النور يخلود ورمضان كريم عليك وانعاد عليك وعلى كل السادة المستمعين وكل حبيبك بالخير يا رب والبركة وكل حاجة حلوة الاول كده عايزين نعرف طقوسك ايه في رمضان والله رمضان يعني الواحد فيه بيحاول يكتر من الروحانيات عشان يفلطر نفسه وقلبه ده جزء رئيسي موجود لمة العيلة والقصة والصحاب ده جزء رئيسي موجود لأنه بتبقى فرصة عظيمة لما موعيد الناس كلها مظبوطة على نفس الموعيد فبتبقى فرصة انه الناس تقدر تتقابل وتتلمى مع بعض أسهل بكتير من القامة العادية والجزء التالت اللي هو جزء عمليه أكثر انه بحاول أتابع بالقدر لإمكان أكبر قدر من المسلسلات للأسف ليه بتابع عشان شغلي؟ ليه للأسف لأن ده بياخد جزء كبير جدا من اليوم جزء مش قليل ايه أكتر مسلسلات عجبتك السنين دي؟ مش عايز أحكم دلوقت بس أنا بتابع تقريبا خمس مسلسلات حاليا فيهم تفاصيل كتير جدا حلوة ما بين خطوط درامية جميلة ما بين صورة حلوة ديكورات لطيفة لسه مش هقدر حكم أقول إيه اللي أنا حبه ومشدود ليه لأن حتى الآن أنا بتابع من منطلق عملي فقط رامي في بدايتك أنت كنت عايز تبقى موزيع ولا كنت عايز تبقى حاجة تاني؟ لحد دم كنت في سنة تانية جامعة تقريبا لم يكن في ذهني أبدا أن الشغل موزيع لأنك كنت شخصية خجولة جدا أمال إزاي شخصية الخجولة تحولت كده؟ حتة الخجل تقصرت شوية وقت الجامعة لما بدأت أدرس بقى إذاعة التلفزيون لأنه بقى فيه شغل بنعمله على الأرض ثم لما قررت الشغل الشغلانة دي بدأت أقرأ عن الخجل عشان أفهم هو أنا ليه خجول قوي كده طب وأتغلب عليه إزاي لحد دم ما بيني وبين نفسي قررت إنه خلص ده جيم ما بيني وما بين الخجل ده لازم أكسبه ولأنا بقولهولك ده طبعا ما جيش في يوم وليلة يعني جي مع بداية رحلة الشغل مرة في التانية في التالتة في العشرة في الألف كل مرة كان بيقى فيه تحسن أكبر رامي أكتر الصعوبات اللي أنت ماريت بيها في مشوارك الأعلامي من أول لما ابتديت لا التحديات كتير بس لساعات التحديات اللي بقى دمها تقيل والواحد في مقتبل عمر يعني أو مقتبل مسرته في مجال الأعلام كان الأمور دي بتستوقفه إيه لأنت يقن إلى أنه مش لازم تستوقفه أبدا يكمل في طريقه بقيت على يقين أنه أفضل حاجة أو سبيل للتعامل مع الحاجات دي أنه الإنسان ما يقفش ليها طالما هو متأكد أنه بيعمل الصح وضميره مرتاح يبدل في مكمل في أنه هو بيعمله أو ربنا هيجيب لي حق إيه مقومات المزيع الناجح من نسبالك؟ وإزاي المزيع يبقى قريب للناس؟ لازم يبقى بيقرأ كتير مطلع كويس جدا لازم يبقى لسانه منضبط يحسن استخدام أدواته وألفاظه يبقى دايماً بيفكر في اللي بيقدمه من وجهة نظر المشاهد إزاي المزيع بقريب للناس أنه يبقى حسس بيه وبيعبر عنه حكمة بتمشي بيها في حياتك أو مقولة بتؤمن بيها من أكتر المقولات اللي أنا مؤمن بيها جداً لكل مجتهد النصيب أنه ربنا بيدي كل واحد على قد اجتهد بيكفيني أن ربنا سبحانه وتعالى شاهد على المجهود وبيكلل المجهود ده بالنجاح أجلاً أو عجلاً أعدوك ابن كارك هل أنت مقتنع من المقولة دي؟ تنطبق على البعض ممكن بس اللي أنا مؤمن بيه إنه ابن كارك ده لو كان مركز فيه التراك بتاعه هينجح أكتر من إنه هو يبقى بيعادي زميله مين المزاعين المفضلين بالنسبالك بتحب تابعهم دايماً سواء زمين أو دلوقتي؟ هبدأ بدلوقتي بتابع كله ليه عشان بحب أشوف كل مدرسة بتتناول الأمور بطريقة عاملة إزاي؟ من المزاعين أو مقدمي البرامج اللي بحب أتفرج عليهم خارج مصر بقى خلينا أقول يعني ستيف هارفي بحبه جداً جداً أوبرا وينفري الله يمسيها بالخير بقى لما كان يعني فيه The Oprah Show ألن وساعد بمر على جيمي فلن وجيمي كيميل بحب برضو الأفكار المترقعة بتاعتكم مين الشخصية اللي نفسك تحويرها ولحد الوقت ما حويرتهاش؟ كيف سأعمل الحوار مع ستيف هارفي وأوبرا وينفري هبقى سعيب هذا جداً الجزء منها أسألة أنت سألتيها أو هتسأليها كمان اللي هي مثلاً زي إنه إيه موصفات المزاعنات؟ إيه اللي بيميز أوبرا وينفري؟ أنا أسألة كتير جداً إيه الحاجة اللي ممكن تخليك تقفل التليفزيون وتتفرج على برنامج أو تحاول القناة فوراً الأفوارة الأفوارة من كل ناحية عورك جات لك ريزة ضحكة على الهواء؟ بتحصل طبعاً أه بتحصل بس هقولك على أكتر تخوف بيبقى عندي وأنا أطلع هوا وبادعين ده ما يحصلش لو جات لي عطسة دي هتبقى على الهواء مشكلة إيه سؤال اللي ما تحبش أنه يتسألك وإيه السؤال اللي ما تحبش تسأله للضيوف عندك؟ السؤال ما حبش أتسأله أكيد مش هقولك عليه خلود عشان ما تديش فرصة لحد بعد كده يسألهولي هقولك عليه بعد الهواء إنما السؤال ما حبش أسأله للضيوفي أي سؤال ممكن يكون مؤلم لهم أو ياخدش حياء المشاهد مزيع محترم أبري فيك يا ربنا يا خليك فاصل ورجعين تاني مكملين مع رامي ردوان في كلام مزعين على نغم أفاهم كلام مزعين رجعنا تاني ولسا مكملين كلام مزعين مع رامي ردوان على نغم أفاهم موقف حصل لك وإنت على الهواء وتأثرت جداً لدرجة أن ممكن دموعك نزلت تفتكر في الموقف ده ما افتكرش موقف دموعي نزلت فيه لأن بحاول أتحاشي أنه ده يحصل لكن حقيقة بتأثر دايماً بكل القصص الإنسانية اللي بنتناولها في البرنامج لما نكون بأتكلم مع أم شهيد أو أب شهيد أو زوجة شهيد أو أبناء شهداء لأ بتأثر يعني بقعد أتخيل ظروف الحياة ممكن تكون عاملة إزاي لما بس مع نبرة صوتهم لأ بتلمس قلبي جميع رامي عمرك وإنت كده رايح الهواء بتاعك كنت بتمر بأزمة شخصية وكت مضطرة تطلع على الهواء مش مرة بقى بس دي رحلة كانت موجودة في الفترة اللي كانت فيها تاعب ثم وفاة حماية وحماية الله يرحمه يعني دي كانت من أكتر الفترات اللي حتى زمالي في الشوال كانوا شايفين أنه رامي مش رامي لطبيعي فدي أكتر الأوقات اللي كانت فيها بابقى مضطرة أطلع على الهواء لكن جزء كبير من تفكيري وإحساسي ما كانش معايا ما يفعش نجيب طبعاً سيرة الفنان الكبير سامير غانم الله يرحمه والفنانة الجميلة الكبيرة طبعاً دلال عبد العزيز الله يرحمها وكحماتك وكحماتك بشكل شخصي بالنسبة لك بتفتكرهم بإيه؟ بكل حاجة حلوة ممكن تكون موجودة في إنساني والله مش ببالك طيبة قلب ما شفتش زيها في حياتي كرم ما شفتش زيه في حياتي للناس اللي حواليهم دفء مشاعر غير طبيعي أي إنسان في الدنيا يبقى محظوظ لما ربنا يرزقه بزوجة صالحة وبحمى وحمى اللي اتنين يبقوا في مقام الأب والأم والسيد سامير الله يرحمه والسيد دلال الله يرحمها كل الصفات الجميلة اللي ممكن تكون موجودة في بشر كانت مجتمعة فيهم الله يرحم الله يرحمهم وقفت إزاي جان بدونيا في الفترة دي هو الموضوع كان فيه طلقائية وعفوية وربنا بيهدي الواحد على إنه إزاي بقى متواجد ودعم بدون تفكير بدون تخطيط وأتمنى يكون ربنا كرمني وقدرت أكون خير مسند ليها يعني عشان تمر من المحنة الصعبة دي بسلام وترجع لحياتها مرة تانية إيه أهم ما يميز دونيا كفنانة بالنسبة لك وأهم ما يميزها كزوجة طبعا؟ الإجتهاد والعمل الدقوب والميزة العظيمة اللي أنا دايماً باحترمها فيها الحقيقة إنها حريصة على إن أي محتوى بتقدمه يبقى بيليق بالأسرة على المستوى الإنساني كزوجة أم جداً وزوجة جداً بكل ما تحملوا الكلمتين من معاني أكلة تحبتها كلها من إيد دونيا كل رمضان ولما بتعزم صحابك لازم تعملها لأ مش شرط كل رمضان في المطلق يعني كل مظروف تسمح ودونيا هتدخل المطبخ عليها مكارونات بإذن الله ما شاء الله خصوصاً اللي بالباستو شاص يعني عظيمة عظيمة شخصيات من الوسط الأعلامي هتعزمهم عندك على الفطار في البيت ونين هم؟ عمر خليل وإبراهيم فاق نفس إجابة عمر خليل قال لي إبراهيم فاق ورامير أدوان برضو عمر عزمني على الفطار برضو يارب ينفذ بس أهلاوي ولا زملكاوي؟ بما أني مش موزيع رياضة فأنا عادي مفسح عن أن أنا أهلاوي لو أنا كنت بقى قدم برامج رياضية عمري بيكون تقول للناس أنا أهلاوي ولا زملكاوي لو أنت عملت مبادرة خير في رمضان هتعملها المين؟ هتقدمها المين؟ ومين اللي هتختار ويشارك معاك في المبادرة دي؟ لو مبادرة خير فمش هنطقي فيها أقول كل اللي عرفهم في الوسط الأعلامي لو هعمل مبادرة خير في رمضان بصي أنا دايماً بدعي أن يا رب ربنا يديني عشان أقدر أساعد كل حد محتاج مساعدة فمش هقولك على مبادرة واحدة لو ربنا اديني العمر والقدرة أن أنا أعمل ألف مبادرة أخلي بيها ناس مبسوطة أهعملها إيه الحاجة لنفسك تربي كايل عليها؟ الصدق والأمانة وعمل الخير للغير والاجتهاد في كل شيء أي حاجة هتعملها تبقى بتكتهي عمرك فكرت تعمل تريند على السوشال ميديا؟ عمري مهتميت بالموضوع ده بهتم دايماً بإن أقدم الناس المحتوى اللي أنا شايف أن فيه قيمة وربنا يكرمني في حصل الاختيار ده عشان يفيدهم لأن خلي بالك برضو يعني السوشال ميديا ما أكثر التريندات الخادعة اللي عليها وسعب بيبقى مستنع كمان طيب خلينا في التريندات الحالوة إحنا بنتكلم بس في الحاجات الحالوة إيه أكثر تريند عجبك الفترة اللي فاتت؟ أه سيدة فاضلة محترمة جداً شافت شخص بيشتغل في مطعم رمى قطة صغيرة في الشارع فعربية دست عليها فقدمت فيه بلاغ وتحكم عليها الموضوع كان تريندي في الأول وفيه ناس تريقت عليها على فكرة لكن يا جماعة دي روح فالبساطة إن الموضوع خد الزخم ده وكانت النتيجة في الأخير انت حكم علينا هل تقول إيه لكل المستمعين يسمعوننا دلوقتي على نغة مفاهم وإنت بجد منور النهاردة نغة مفاهم ربنا خليك يا رب ده نورك وأنا استمتعت معاك وأتمنى أن أنا أكون ضيف خفيف على السادة المستمعين ويكونوا ما استتقلوش دمي واستمتعوا بالحلقة أكيد استمتعوا بيك لأنك مزيعة متميزة بس أتمنى يكونوا استمتعوا بضيفك كمان وبقول لهم كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم وبإذن الله ربنا يجي على كل أيامه خير وبركة ويهل علينا العيد كده والبسمة تترسم على وجوه وفي قلوب كل الناس يا رب أنا اللي استمتعت جداً بالحوار معاك وحوارك كان مختلف تماماً وكل سنة وانت دايماً طيب وبخير رمضان كريم عليك الله أكرم بشكرك يا خلوج شرفتيني ونورتيني وكل سعيدنا أنا معاكي بشكركوا جداً نستنونا كل يوم في نفس المعاد وكلام مزعين على نغم أفاهم كنتم مع كلام مزعين مع خلود نادر على نغم أفاهم كلام مزعين